خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع بانما للاحتلاج على إخفاق الحكومة في كبح ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن مطالب أخرى ويأتي ذلك مع تسرع التدخم في بانما ليصل إلى 25% منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي أوضاع معيشية صعبة واحتجاجات جابت البلاد وقطع طرق أعاق نقل البضائع والمواد الغذائية إلى العاصمة بانما سيتي مع محاولات نهب وعدم اتفاق بين الحكومة والمتظاهرين الذين ينددون بغلاء المعيشة في البلد اللاتيني هكذا هو الوضع في بانما خلال الأسابيع ثلاثة الماضية ولكن عادت المنتجات مبددا لتملأ الأسواق في العاصمة البانامية المحتجون الذين قاموا بقطع الطرق سامحوا لمجموعة من الشاحنات المحملة بالمنتجات التي تم إحضارها من المناطق الريفية في شمال بانما باكتياز البلاد برفقة الشرطة لتصل بعض المنتجات وصول بعض البضائع والسلع إلى الأسواق لا يعني انتهاء الاحتجاجات والمطالب فمتظاهرون من قطاعات الصحة العامة والتعليم طلبوا بظروف عمل أفضل في المستشفيات والمزيد من المعدات الطبية ورواتب أفضل النقص المستمر في الغذاء أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية مما أدى لمزيد من الأعباء المادية على المستهلكين والتجار على حد سواء في مدينة بنما الأمر الذي دفع سكان للقيام باحتجاجات كبيرة لم تشهدها البلاد منذ ثورة 1989 ترجمة نانسي قنقر